اصدر سعادة النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين قرارا يقضي بانشاء نيابة متخصصة بمسمى نيابة الجرائم الالكترونية برئاسة احد السادة رؤساء النيابة وعضوية عدد كاف من اعضاء نيابة العامة يأتي ذلك في اطار استكمال النائب العام سلسلة التحديثات القانونية والادارية على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة والقائمة على التطوير والتحديث لاليات العدالة بهدف مواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة في عملية تفاعل المجتمع البحريني مع مختلف الوسائل الالكترونية جاء الاعلان عن نيابة الجرائم الالكترونية تلبية لمتطلبات المرحلة وما يشهده هذا المجال من قضايا متعددة تتطلب دورا اكثر فعالية من قبل النيابة العامة والتي لم تتوانى عن انشاء هذه النيابة المتخصصة ضمن سلسلة التحديثات المستمرة للهيكل التنظيمي للنيابة العامة استار سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين قرار انشاء نيابة الجرائم الالكترونية يأتي في اطار تعزيز التخصص القضائي الذي يسهم في تطوير المعرفة القانونية مما بلا شك رح يؤدي في التميز في انجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق حكام القانون اليوم الجرائم الالكترونية هي ظاهرة عالمية متنامية ممكن نقول هي اصبحت من اسرع التهديدات على الامن القومي والاقتصاد الوطني فكان لابد من ان يتم تحديث ادوات وسبل مكافحتها على كافة المستويات لملاحقة تقور اساليبها مما راح يسهم في تحقيق الامن المعلوماتي والرقمي لمزودي الخدمة نيابة الجرائم الالكترونية تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم تقنية المعلومات بما تشتمل عليه من جرائم الاعتداء على وسائل او نظم او بيانات ومعلومات وسائل التقنية او اية وسيلة اخرى لديها القدرة على استقبال او ارسال البيانات او معالجتها او تخزينها او استرجاعها اضافة الى جرائم الاعتداء على حرمة الاتصالات والجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل الالكترونية لا شك ان مسألة الحد من نسبة الجرائم ولاحقة مرتكبيها لم تعد مقتصرتا على استعمال اساليب التقليدية والتي تعتبر اقل فاعلية بالنظر الى نسبة ارتكاب الجرائم وتطورها السريع وتنوع اساليبها ودواتها وتجاوزها الغالب لحدود ومن هنا وانطلاقا بان التخصص له اهمية حيوية في مكافحة الجريمة والحد من اثارها فقد اصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين عدة قرارات بانشاء عدد من النيابات والوحدات المتخصصة والتي تعد تطورا فنيا وتقنيا يضيف المزيد من التكامل النهوض باجراءات العدالة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين اناطب نيابة الجرائم الالكترونية التنسيق مع نيابة الاسرة والطفل لرصد الجرائم التي تقع على الاطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات ودراستها وتحليلها للوصول الى توصيات تعمل على مكافحتها وتجنب تكرارها وسبل تقديم كافة صور الدعم النفسي والاجتماعي للمجن عليهم من الاطفال على المستويين الجنائي والاجتماعي نحو مزيد من التطور القانوني والاداري جاءت نيابة الجرائم الالكترونية لتضع على بنة جديدة في بنيان النيابة العامة ولتؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع القضايا المتخصصة مما يسهم في تطور العمل الى مستويات متقدمة جدا يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر